نعود إلى الشأن المغربي حيث تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية لشرطة القضاية بمدينة تنجة بناء على معلومات دقيقة وفرت مصالح المديري العامة لمراقبة التراب الوطني صباح اليوم من حجز طن و354 كيلو جراما من مخدر الشيرة وتوقيف تسعة أشخاص تروح أعمارهم بين 24 و55 سنة وذلك للاجتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي المخدرات وذكر بلاغ للمديري العام للأمن الوطني أنه جرى توقيف المجتمع فيهم على مستوى الشريط الساحلي لمدينة طنجة وذلك أثناء محاولتهم تنفيذ عملية للتهريب الدولي المخدرات عبر المسالك البحرية حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 38 رزمة من مخدري الشيرة ترجمة نانسي قنقر